المئات من المهاجرين غير الشرعيين يصلون إلى سواحل محافظة شبوة بشكل شبه يومي فسواحل مديرية رضوم شرق المحافظة تشهد تزايدا مستمرا لعداد المهاجرين الأفارق الأسيما من دول إثيوبيا وإريتريا والصومال مسافات طويلة يقطعها هؤلاء سيرا على الأقدام بعد عملية فرزن في مخيمات المفوضية السامي لشؤون اللاجئين في مديرية ميفعة التي تستثني الجنسيات غير الصومالية من حق اللجوء والانضمام إليها وذلك بموجب اتفاقية حكومة اليمنية مع الأمم المتحدة طبعا بالنسبة للهجرة الأفريقية تبدأ من ميناء بصاصو في شمال شرق الصومال يمرون طبعا في رحلتهم عبر القوارب الشرعية حتى يصلوا إلى سواحل جنوب محافظة شبوة حول بير علي والبيضة وساحل الأنبة بعد ذلك يتم نقلهم عبر جمعية التكافل الإنساني إلى مديرية ميفعة حيث يوجد مخيم الفوضية السامي لشؤون اللاجئين طبعا في المخيم يتم فرزهم إلى مجموعتين بالنسبة للصومال يعتبرون لاجئين أما بالنسبة لبقية الجنسيات الأخرى وخاصة الأثيوبية والأريترية هؤلاء يعتبرون مهاجرين غير شرعيين وحسب الحصائيات حوالي 80 ألف مهاجر أفريقي غير شرعي دخلوا الأراضي اليمنية عن طريق محافظة شبوة فقط يتحدثون أن أوضاع بلدانهم جعلتهم يهاجرون ويخاطرون بحياتهم وصولا إلى اليمن وربما لم يكن في حسبانهم من الأقدار جاءتهم إلى بلد لا تكن أوضاعه سوءا عن بلدانهم ومن موت إلى موت يواصل بعض من هؤلاء رحلتهم صوب الحدود السعودية بحث عن عمل أو عن حياة أفضل جاءوا من أول من إيتيوبيا من دكروا السومال جامل من بحر دكروا من بير علي دنزلوا من بير علي من بير علي إلا المعرب من المعرب إلا الجوف من جوف إلا سعداء من سعداء إلا علي ثابر يقول علي ثابر حدود الجهات الأمنية في المحافظة تشكو من شحة الإمكانيات التي لا تمكنها من توفير أماكن إيواء لهؤلاء أو ترحيلهم إلى بلدانهم هذه هي بظاهر خطيرة وأنا أحذر منها أنا أول حاجة أن لا عندنا الإمكانية أن نحقزهم لا عندنا الإمكانية أن رحلهم لا عندنا الإمكانية الجهات التي نتواصل معها في أطارها نتواصل معها من أجل ترحيل هذا الشخص أو عمل لهم معسكرات تظل ظهر التدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحل محافظة شبوة وما تحمله من بعد إنساني وأمني معضلة كبيرة أمام السلوطات المحلية مما يستدعي ضرورة تعاون المنظمات الدولية للمساهمة في حلها لم تكن شبوة إلا محطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين لكن السمراء تدفقهم ومكوثهم في بعض المدن يثير مخاوف المواضنين ويثير تساءلاتهم أيضا إبراهيم حيدرة لقناة بالقيس من محافظة شبوة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة